بإصرار تواصل السيدة أمل برجة مشروعها الخاص الذي أنشأته بعد عودتها من المملكة العربية السعودية بصورة نهائية مع زوجها إلى مدينة سيئون بحضر موت في منزلها تعمل أمل على صناعة أنواع العطور بأصنافه المتعددة للرجال والنساء معا بالإضافة إلى مستلزمات التنظيف وبعض المرتبات حيث تضيف إليهن روايح جديدة تميزها عن غيرها أولا أنا من عشاق العطور والبخور هذا اللي ساعدني أكثر كعزيمة طبعا أنا ما أنكر مسكتها ليدي وحطتني في أول الطريق أحب أعطيها الشكر من هنا بعدها الحمد لله بدنا في ستة أنواع في العطور اليوم إحنا من ستة أصناف أربع رنساء اثنين رجالي بداياتنا ستة وثلاثين حبة أقول اليوم ما شاء الله لا قوة إلا بالله الحمد لله أننا وصلنا لـ 85 صنف أكثر من ألف حبة عملية صناعة العطور ليست بالأمر السهل فبعد محاولات متعددة نجحت في إنتاج عطر جديد بعد أن وفر لها زوجها كل ما تحتاجه من أجل إنجاح مشروعها والذي بدأت من خلاله عملية التوزيع مستهدفة المحال التجارية وترويج منتجها عبر وسائل التواصل الاجتماعي ومشاركتها في معارض لتسويق المنتجات النسوية نفسنا يوم الأيام يكون معنا نمصنع ونشغل كوادر وأيدي عاملة يمنية اليوم أنا جيت ابتدأت من مشروعي أنا الحمد لله اليوم ما أنا زي أول أكثر بكثير في بلدي رجلي أقوى تقدم خطواتي أكثر وأسرى نجاح أنا أكثر بصراحة أنا ما كنت متوقعة بصراحة ما كنت متوقعة ما شاء الله لا أقوى تلب الله السوق أو القبال على منتجنا بالطريقة هذه شاركنا في معارض وكان لها نجاح الحمد لله تطمح صانعة العطر لأن استمر مشروعها ويكبر مع الأيام حتى تجعل منه منتجا محليا وطنيا تفخر به يوما ما كمنتج صنع في اليمن على الرغم من الصعوبات التي تواجهها لتنفيذ مشروعها إلا أنها استطاعت صناعة العديد من العطور المختلفة وعلى أمل أن استمر مشروعها الذي أصبح مصدر دخل لها في ظل الظروف المعيشية الصعبة حدد مسعد قناة بلقيس من مدينة سيئون حضر موت